له الحرية أن يخرج، أن يتظاهر، أن يعتصم ليس لكم أي حق في جنره أو منعه بأي وسيلة كان هذا قبيل استيلائه على السلطة ثم ماذا؟ أخرس كل الأصوات حتى تلك التي تئن من الجوع حتى الموت ويستخدم أعوانه كل أدوات القهر ضد المعلمين المضربين المطالبين بمرتباتهم يتنصل عبد الملك الحوثي وجماعته من استحقاقات الناس والموظفين ويسعى لتحويل موظفي الدولة إلى عمال وبدون أي مقابل حتى الأكل والشر للأسبوع الثالث تشهد مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي إضرب المعلمين عن العمل مطالبين بصرف رواتبهم المتوقفة منذ قرابة ثمان سنوات هذه الحركة الاحتجاجية لاقت تفاعلاً مجتمعياً وإعلامياً وبدأت تنتقل آثارها على مستوى القطاعات الوظيفية الأخرى وكما يرى مراقبون أنها تمثل تحدياً للسلطات وجباروت ميليشيا الحوثي فيما تتخذ الجماعة استراتيجيات مختلفة لاحتواء الإضراب وكسره بما في ذلك التهديد بفصل المعلمين المضربين عن العمل واستبدالهم بآخرين خصوصاً أنها قد بدأت بتنفيذ خطة لتسريح الموظفين واستبدالهم بآخرين من أتباعها بهدف ترويج أجندتها الطائفية يأتي هذا بعد أن أنشأت مدارس داخلية باسم شهيد القرآن في مدن متعددة لجذب طلاب ثانوية غير أن نادي المعلمين لا يزال يؤكد ضرورة الاستمرار في الإضراب حتى يتم تحقيق مطالبهم اتهامات للحثيين بالسعي لإيقاف العملية التعليمية والرعاية الصحية والخدمات الأساسية بينما يستنزفون الملايين من الدولارات من إيرادات المواني والضرائب لصالح قادة الجماعة وأتباعهم وأمام هذا التجريف لحياة الناس ومصالحهم يبقى السؤال إلى أين تسير الميليشيا بالمحافظات التي تسيطر عليها؟ ترجمة نانسي قنقر